دعوة نجيب ميقاتي بالاتفاقي مع نبيه بري إلى مجلس الوزراء الخميس لدارس الوضع مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصر في لبنان رياض سلامي قد تنزلق إلى تعيين حاكم جديد وفتح الباب على مصراعي الصراع على صلاحيات رئيس الجمهورية الغائب الحاضر في مساعي المفد الفرنسي جون إيف لدريان الذي استقبله نبيه بري في عين التيني وسيستقبل بدوره في قصر سنوبر تيمور جنبلاط الذي رفض انتخاب صديق بشار الأسد رئيسا للجمهورية نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي قال إننا بحاجة إلى تعيين حاكم لمصر في لبنان بالتشاور مع كل الأفريقاء مقرر في الوقت ذاته بوجود صعوبة لأن الظروف غير مهيئة لتعيين حاكم جديد خلال أسبوع مضيفا أن لا خيار أمام نواب حاكم مصر في لبنان إلا بتولي مهامه وفي هذه الأثناء يمكننا أن نواصل البحث في الموضوع ويستلم نائب الحاكم الأول وفق قانون النقد والتسليف التيار الوطني الحر رفض تعيين حاكم للمصر في المركزي في حال رفض نواب الحاكم تحمل المسئولية وطالب بتعيين حارس قضائي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال إن الخميس المقبل جلسة لتعيين حاكم جديد لمصر في لبنان ولفت في حديث لقناة الحرة إلى أن كل لبنان في خطر في حال لم يتم انتخاب رئيس قبل نهاية السنة مجددا تمسكه بسليمان فرانجي لرئاسة البلاد وشدد بري على أن القوات اللبنانية والطيار الوطني الحر ساهما بتعطيل عمل المجلس النيابي الذي يشكل اليوم المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة في ظل الفراغ موسيقى